مشاهدين للحديث عن هذا الملف ينضم إليا من أربيل وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان أنور جوهر عبدوكاسي الوزير أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية لماذا لم تقتنعون في الإقليم بما بررته بغداد من عدم مرور طريق التنمية بأراضي إقليم كردستان بأنه بسبب وعورة الأراضي وكذلك سيزيد من التكلفة بداية أستاذ حيدر الاسم هو آنو وهو اسم مأخوذ من ملحمة قلقامش أنا أعتذر سيد آنو الرافدينية عزيزي الله يخليك أستاذ حيدر طبعا الموضوع ليس مسألة قناعة الموضوع ليس موضوع قناعة الموضوع هو موضوع حق وموضوع كيفية أن يكون هذا المشروع الاستراتيجي الكبير المهم هذا المشروع العراقي أن يستفيد من عنده جميع العراقيين حسب الدستور يعني الدستور يقول بوضوح أن كل موارد العراق هي تعود إلى جميع العراقيين واليوم يعني إحنا عدنا المسار المقترح من قبل الأخوة الأعزاء في وزارة النقل موجود عندنا يعني تقدر تشوفوها هنا الكاميرا الطريق يعني يبدي من الفا والبصرة الناصرية ويوصل إلى قرب بغداد كربلا بغداد سامرة تكريد وبيجي بعد الموصل من الموصل احنا مقترحنا في قليم كردستان ومطالبتنا أنه يجي إلى سهل نينوى يعني هاي انتظر تشوفه هنا يجي إلى سهل نينوى ومن سهل طبعا سهل نينوى يحتوي على جميع المكونات العراقية من الكلدان والسريان والآشوريين والتركمان والشبك والأيزيديين والعراب والكورت ومن سهل نينوى إلى منطقة سميل ومن سميل إلى زاخوة ومن زاخوة إلى إبراهيم الخليل يعني لا يوجد أي مسوغ إن كان مسوغ من الناحية القانونية وأي مسوغ من الناحية الفنية يمنع أن يتم تحويل المسار المقترح إلى هذا المسار وهذا المسار راح يستفيد من عنده قرابة ثمانية مليون من سكنة إقليم كردستان ونحن في وزارة النقل والاتصالات أيضا على اتصال وعمل صار لنسنين مع الشركة بريطانية أيضا للاستثمار لبناء الشبكة الداخلية لسكك الحديد داخل إقليم كردستان التي ستربط بالشبكة الرئيسية القادمة من الفاو من ميناء الفاو الكبير وبهذا يكون هذا المشروع مشروع تنمية حقيقي يستفيد مننا كل العراقيين من بصرة العراق إلى كردستان طيب سيد الوزير في تصريح منسوب لحضرتك تقول لا طريقة أمام التنمية في العراق من دون كردستان البعض في الحقيقة قرأ في مثل هذا التصريح بأنه يبدو تهديد يعني لا يمكن أن يكتمل هذا الطريق طريق التنمية من دون أن يمر بأراضي إقليم كردستان كيف تعلق؟ يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بالتأكيد أنه إذا يكون هناك تنمية نحن نحب أنه تكون البصرة مثل أربيل وبغداد مثل دوهوك والعمارة مثل سليمانية ونرغب أن ننقل تجربتنا إلى كل أنحاء العراق فبالتأكيد أنه التنمية كان يوجد هناك طريق للتنمية يجب أن يكون طريق للجميع ولا يتم استثناء أي مواطن عراقي أينما كان من الاستفادة من هذا المشروع نحن قمنا بزيارة والمشاركة في اجتماع استشاري بحضور معالي وزير النقل وبحضور معالي مستشار دولة رئيس الوزراء العراقي ومثلنا حكومة دقليم كردستان وأيضا بحضور الأخ العزيز محافظ دوهوك أيضا شاركنا في الاجتماع وقدمنا اقتراحات حكومة دقليم كردستان وموقفنا الرسمي من المسار داخل دقليم كردستان وأيضا كان هناك العديد من المحافظات العراقية الأخرى والوزارات العراقية الأخرى التي أيضا كان لديها العديد من المقترحات لتعديل المسار هذا المسار مسار مقترح ليس لا سامح الله ليس لا مكتوب بأحد الكتب المقدسة حتى لا يمكن تغييره هو مسار مقترح من قبل شركة إيطالية ونحن دعونا الشركة الإيطالية إلى زيارة دقليم كردستان وزيارة الوزارة وأيضا دعونا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مستشارية مجلس الوزراء وبين وزارة النقل العراقية ووزارة النقل في حكومة إقليم كردستان وأيضا الشركة الاستشارية الإيطالية من أجل تحديد أحسن المسارات لسير القطار أو مشروع التنمية القطار والطريق السريع العالمي في داخل حدود إقليم كردستان سيد الوزير هل تستشعرون أنتم في إقليم كردستان بأن مثل هذا القرار حضرتك قبل قليل في الإجابة وأنت تشرح على الخارطة قلت لا مبرر هناك بأن ينحرف الطريق بعد أن يمر بكل المدن العراقية ثم ينحرف ولا يدخل فيه مدن إقليم كردستان هل تستشعرون بأن هناك رد من الحكومة لما قام به الإقليم في العام 2017 للاستفتاء على الانفصال وكأنه رد فعل سياسي على إثره تم اتخاذ مثل هذا القرار هل هناك استشعار لهذه الفكرة نحن نتأمل خيرا بإخوتنا في بغداد دار السلام ونتأمل أن يكون هذا الطريق طريق التنمية يجمع جميع العراقيين مثل ما قلنا من بصرة العراق وفاوه إلى كردستانه ونتأمل أن لا يكون هناك أي أجندات سياسية تقوض حقوق المواطنين في أي بقعة كانوا من العراق ونحن سنعمل بقوة للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا إن كانوا في كردستان وإن كانوا في بغداد وإن كانوا في البصرة أيضا سيد الوزير هذا جواب ديبلوماسي كالجواب الذي سبقه يعني الجواب الذي سبقه بدأته بحديث نبوي شريف الآن تتحدث بجواب ديبلوماسي آخر أنا أتحدث عن استشعار داخل أوساطكم أنتم في حكومة تقليم كردستان لأنه هذا حديث الشارع اليوم ونريد أن نستفهم من حضرتك باعتبارك في مكان مسؤولية إذا ما كان هناك هدف سياسي وراء اتخاذ مثل هذا القرار من بغداد نحن مثل ما قلت لك ستاث حيدر طالبنا الحكومة الاتحادية بتكليف السيد معالي وزير النقل بتكوين لجنة مشتركة وهذه اللجنة مع الشركة الإيطالية وأيضا مع الشركة البريطانية التي تقوم بعمل الاستشارات أيضا لحكومة الإقليم كردستان وجود شريكتين دوليتين وأيضا ممثلين عن الحكومتين حكومة الإقليم كردستان والحكومة الاتحادية وبعد دراسة كل التفاصيل للموضوع نستطيع أن نصل إلى أحسن طريق مقترح ليمر به الطريق الدولي وسكة الحديث أي مشروع طريق التنمية وإن لم يكن هناك استجابة بالتأكيد سيكون هناك أيضا أجندات سياسية وراء هذا الموضوع وبالنها نحن نؤمن بأن شركائنا في الوطن في بغداد سيعملون بوصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن حينما يقول اجعل نفسك ميزانا ما بينك وما بين الناس فاحبب لهم ما تحب لها وكره لهم ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ربما يقول لك البعض وهو يستمع إلى ما تقوله سيد الوزير بأن ياريت هذا الحديث وهذا النفس هو النفس الدائم لشكل العلاقة بين أقليم كردستان والمركز وبقية المحافظات العراقية ويقولون ربما أيضا لأن الدليل أن الأقليم حينما أراد أن ينفصل عن العراق واستفتى حتى ينفصل عن العراق هذا يحمل صورة بأن الأقليم لا يريد أن يبقى مع هذه المحافظات وهذا التكوين العراقي فبالتالي إذا ما كانت مصلحة تقليم كردستان مع بغداد تساق مثل هذه الأحاديث والعكس صحيح كان الاستفتاء استفتاء آراء الشعب الكردستاني حول الأحقية في استقلال كردستان هذا أولا ثانيا نحن في إقليم كردستان ملتزمون بالدستور العراقي والدستور العراقي في ديباجته ينص جدا بوضوح أن الالتزام ببنوت الدستور العراقي هو الضامن لوحدة أراضي العراق ونحن ندعو الجميع إلى الالتزام ببنوت الدستور العراقي نسق الأخبار سيد الوزير ونحن نتحدث عن مثل هذا الخبر المهم طريق التنمية بين المدن العراقية مرورا إلى الحدود التركية ماذا لو لم تستجب الحكومة العراقية للطلب من حكومة إقليم كردستان وبقيت مصرة على هذه الخطة المرسومة حتى الآن ونحن نعلم بأن المراحل النهائية لانتهاء هذا المشروع ستكون في العام 2050 يعني الأمر ربما سيأخذ وقتا طويلا ما هو الموقف حينها ستتبدل حكومات لا شك ووزراء ولكن هل هناك تصور كيف يمكن التعامل مع مثل هذا الموقف خلينا لا نستبق المواضيع نحن في جهود دائمة وهناك جهود طيبة وهناك تفهومات جيدة في بغداد ونحن لدينا ثقة بأنه في النهاية إرادة الخير سوف تنتصر وبسؤال أخير وأشكرك على وقتك وبقاءك معنا سيد آنو جوهر هل تعتقد بأن هذا المشروع أساسا يمكن له أن يبصر النور نتيجة كل التحديات التي تواجه مثل هكذا مشاريع كبيرة والوضع الذي يمر به العراق بالتأكيد بالتأكيد هذا مشروع استراتيجي سيستفيد منه الجيل الحالي والأجيال القادمة في العراق ونحن في إقليم كردستان حسب المسار المقترح من قبل حكومة الإقليم أكثرية المسار مجهز وهو يكون على طول الطريق الدولي وعلى طول أيضا مشروع مطار دوهوك الدولي ونحن نستطيع أن نقول بالنسبة للطريق داخل إقليم كردستان نستطيع أن نقول بأنه سيكون من أوائل الطرق المنجزة في حال تم الاتفاق عليه كجزء من مشروع التنمية أنا جوهر عبدوكا وزير النقل والد الصلاة في حكومة إقليم كردستان شكرا جزيلا لك